خلينا نروح لأخبارنا هنبتدي أيضا بخبر له علاقة بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد وهو مهاب سعيد نجمنا ولعبنا أشصاعد في النادي الأهلي ومنتخب مصر هو أصغر لاعب في التاريخ يحصد هذا اللقب يمكن كان قبليه أحمد لحمر حصد هذا اللقب كبطل أفريقيا مع المنتخب وهو عمره 20 سنة ولكن مهاب سعيد حصد اللقب وعمره 19 سنة و 6 شهور بأصغر 6 شهور عن أحمد لحمر عندما كان 20 سنة منتخب نحاق اللقب للمرة التمنى في تاريخه والتاني على التوالي بعد ما فاز على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 37-25 مهاب كان من اللعبة المميزة في البطولة واللي بينتظره مستقبل كبير سواء في المنتخب أو النادي الأهلي ودي أحد ثمار البلان أو الاستراتيجية اللي تبناها النادي الأهلي بدعم الصغار وبناء فريق قوي النهاردة منتخب مصر بيحصد هذا النجاح في استراتيجي النادي الأهلي النادي الأهلي كان ممكن يعتمد على النجوم فقط ولكن دفع بعدد كبير من الصغار دلوقتي احنا بنحصد هذا المجهود هنحصده إن شاء الله مع نادي الأهلي هذا الموسم ولكن منتخب مصر بدأ في حصد هذا المجهود وهذه الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر